موسيقى موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوي موسيقى من صحيفة أخبار اليوم قوات في أبيان تعثر على دبابة استخدامتها القاعدة ضد الجيش موسيقى ومن صحيفة الأيام قرية في يافع يتناول جميع سكانها طعام الغداء معا منذ سنوات موسيقى ومن القدس العربي سجن أم أمريكية تركت أطفالها بمفردهم للقيام بجولة سياحية في أوروبا موسيقى أهلا بكم في عنوين موقع الموقع فوس نطالع لكم وزير التربية يوجه بمنع الإضراب في مدارس المحافظات المحررة قال الموقع إن وزير التربية والتعليم في الحكومة أو في حكومة الشرعية عبدالله سالم لملس وجه مدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات المحررة باستمرار العملية التعليمية وعدم الانجرار لدعوات الإضراب التي طالبت بها نقابات التعليم في العاصمة الصنعاء ودعا الوزير لملس مدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات المحررة في تعميم بإلزام جميع المعلمين بالدوام واستمرار العملية التعليمية والتربوية بشكل منتظم معتبرا الأحدى يوما دراسي في ذات الموضوع عنوان موقع يمن منتر الحوثي يفشل في إطلاق العام الدراسي الجديد شلل المؤسسات التعليمية وسط تصاعد الإضراب قال الموقع أنه في أول يوم دراسي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي فشلت جماعة الحوثي بإطلاق العام الدراسي الجديد المقرر تدشينه السبت لمواصلة المدرسين التنفيذ إضرابهم لتوقف صرف مرتباتهم لأكثر من عشرة أشهر وقال عدد من طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بصنعاء ليمن منتر تم إشعارنا ببدء العملية التعليمية في المدرسة إلا أننا حضرنا ولم نجد مدرسا في مدرستنا ووجدناها خالية من أي عملية دراسية مضيفين غادرنا المدرسة ولم نجد من يفيدنا بأي معلومات ومتى ستبدأ العملية التعليمية تاركين فصولا فارغة وساحات كانت تمتلئ بالطلاب في أول يوم دراسي كهذا اليوم مسؤولية الكارثة في اليمن تحت هذا العنوان كتب محمد شداد مقاله المنشور في موقع الموقع بوست مضيفا في فقرة من المقال لقد حاربت الإمامة التعليم وحولت اليمن إلى مزرعة للجهر المتوارث والأمية المستفحلة حاربت التعليم الذي تعتبره الشعوب الحية المدخل الرئيس لتطور وانتقال أي أمة من طور إلى طور الجهل الذي مكنهم من الصعود على ظهور الجهل غائبي الفكرة عما يجري من حولهم والمغيبين عن حقيقة الصراع المستدام وكما هو معلوم أن الجهل أصل وأساس كل الكوارث فإن الفقر أحد مفرزاته ولهذا فقد تم استغلال أصحاب الحاجة والزج بهم في أتون معارك ونيران تنتهم الجميع دون هوادع ولا تفرق بين الغني أو صاحب المصلحة الآنية الباحث عن لقمة العيش أو صاحب الاستراتيجية الحاملة لكافة الخطوط الموصلة إلى السلطة ومن ثم التسلط على رقاب العباد كما أن رواسب ثقافة الفوضى واللادولة التي ترسبت في عقول من جاءوا إلى الحكم بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والفوضى التي استنسخت من سالف الأنظمة استمرت تموج بسفن حياة اليمنيين الاجتماعية والاقتصادية والقانونية ولم ترسوا على بر حتى اندلاع ثورة ألفين وأحد عشر وانبعاث جمهورية اليمن الثانية التي جددت المفهوم وكشفت الحجب وأعادت للثورة الأم لونها وبريقها ولأن التاريخ يعيد نفسه كما يقال فإن عوائق ثورة السادس والعشرين من سبتمبر كانت لها بالمرصاد والمتمثلة بأناس اعتبروا خروج الحكم من أيديهم انتكاسة للثورة وخروجا على مبادئها التي تخامرت في عقولهم وفقا لمصلحتهم وهوى من شايعهم وساق معهم العامة كي يكونوا مطايا لطغاة العصر الجدد وجل ديمة بعد ثورة أيلول 62 فعملوا في الشعب ما لم يعمله الوشاح سياف الإمام حتى قال فيهم المقالح في إحدى قصائده كنا نعاني وشاحا واحدا فهوى وأرهقتنا الوشاحات الطوابير من قرية واحدة وفي معركة واحدة وفي مكان واحد شيعت إحدى قرى محافظة حج الخميس الماضي سبعة من قتلها الذين لقوا مصرعهم أثناء قتالهم إلى جانب الميليشيا الانقلابية بميدي الساحلية القتلى وفقا لموقع سبتمبر نيت التابع للجيش الوطني يتوزعون على ثلاث عوائل بينهم أربعة من عائلة واحدة وثلاثة من عائلة أخرى وجميعهم ينتمون إلى قرية بعزلة الحوارث التابعة لمديرية وشحة بمحافظة حجة ووفق تأكيدات مصادر سبتمبر نيت ومنشورات مقربين للقتلى فإن هؤلاء سقطوا بغارة للتحالف العربي استهدفت موقعا كانوا يتواجدون فيه بميدي الأربعاء الماضي واتهم أحد أبناء وشحة مشرفي الحوثي بالدفع بأبناء المنطقة إلى التهلكة موجها سؤاله لمشرفي الحوثي ما ذنب أبنائنا تلقون بهم إلى التهلكة في حين أنتم تشترون الفلل وتجنون المال إلى موقع المشاهد نيت والذي عنوان في صفحته الرئيسية قرار الدمج العسكري والأمني يهدف إلى بناء وحدات لا ينتمون إلى منطقة محررة بعينها قال الموقع أن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن ضغر أعلن عزم الحكومة دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي شكلت على أساس مناطقي في عدن والمحافظات الأخرى في وحدات ذات طابع وطني وقال الموقع أن الحكومة ستعمل على توحيد القرارين السياسي والعسكري وستبدأ خلال الأيام المقبلة بدمج الوحدات العسكرية التي أنشئت في ظروف معينة في وحدات ذات طابع وطني لها لون واحد وهو لون اليمن الكبير وتشمل تلك الوحدات قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلة وقوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة والتي شكلت بعد تحرير عدن بعيدا عن سلطات الشرعية وإزاء ردود الأفعال الغاضبة قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في بيان توضيحي أن القرار يهدف إلى بناء وحدات تتكون من أفراد لا ينتمون إلى منطقة محررة بعينها وحدات لا تحكمها عصبية مناطقية أو سياسية وذلك هو الأساس في تكوين كل جيوش العالم والمؤسسات الأمنية حرب اليمن الأخلاق تبكي تحت هذا العنوان كتب ياسر محجوب الحسين مقاله المنشور في صحيفة الشرق مضيفا في جزء من المقال على مر التاريخ ظل الساسة يكذبون ويغلفون نهمهم للحروب بمبررات وعبارات براقة مثل التصدي للأخطار المحدقة وحماية الأمن القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية يقول الفيلسوف البريطاني بيرتراند راسل أحد مؤسسي الفلسفة التحليلية إن الحرب لا تحدد من هو صاحب الحق وإنما تحدد من تبقي في النهاية ويرى الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر أن الساسة مهما أوجد المبررات للحرب فإنها تبقى مسألة لا أخلاقية يبدأ بها الأغنياء ويموت فيها الفقراء يقول البنك الدولي في تقرير له إن الصراع الدائرة في اليمن تسبب في كارثة إنسانية وتشير التقديرات في مارس الماضي إلى أن 17 مليون يمني أي نحو 60% من مجموع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بالإضافة إلى أن 7 ملايين آخرين يعانون من الانعدام الشديد في الأمن الغذائي والمشكلة أن أعضاء تحالف عاصفة الحزم تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتع فيبدو أن الإمارات وقواتها في اليمن اختطت طريقاً غير الذي من أجله أطلقت عاصفة الحزم فليس خافياً أن هناك خلافات قوية بين الرئيس عبد الرب منصور هادي ودولة الإمارات التي تسيطر قواتها على جنوب اليمن والعاصمة المؤقتة عدن واشتكى هادي للسعودية عدة مرات من عرقلة أبوظبي لخطته لبسط نفوذه على البلاد وأنها تدعم معارضه بالمال والسلاح ويشير البعض إلى أن الإمارات تريد الضغط على الرئيس هادي لتنفيذ مجموعة اشتراطات والقبول بتدخلاتها في قراراته العديد من العنوين تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم أبرزها العثور على دبابة كانت بحوزة القاعدة في محافظة أبيان والقبض على أحد عناصر التنظيم ومن العاصمة المؤقتة وفد أممي يبحث سبل تنسيق لافتتاح مكتب ويل الشيخ في عدن وعنوان رئيس الوزراء يحذر الشركات النفطية من التعامل مع الحوثيين ومن مارب الجيش يستعيد موقعا بعد ساعات من سيطرة الميليشيات عليه وميدانيا مقتل 55 من الميليشيات الحوثية بينهم 11 قياديا ميدانيا في معارك الأسبوع الفائت في مختلف الجبهات في صحيفة الأيام موضوع عن قرية مكونة من 15 أسرة يتناولون وجبة الغداء معا قالت الصحيفة مشيجح قرية نائية في يافع تقع بجوار قمة جبل غراب الشاهق الذي يعد من أشهر جبال كلد تضيف الأيام قبل وصول الطريق إلى القرية كان أبناؤها يعيشون واقعا مريرا فوسيلة النقل كانت الحمير وكانت كل أسرة في هذه القرية إذا أرادت البقاء عليها أن تمتلك حمارا أما اليوم وفقا للصحيفة فالقرية تنعم بالطريق الذي شق إليها وعبره أصبح يصل كل شيء إليها ومنذ أكتوبر العام الماضي تغير حال القرية تتابع الصحيفة الجميل في القرية التي تقطنها أكثر من 15 أسرة أن سكانها يمتازون بالتلقائية والبساطة ويجتمعون معا لتناول وجبة الغداء ولقراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد صحيفة العرب الجديد قالت بأن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دار حذر الشركات المنتجة للنفط بالمناطق المحررة من التعامل مع الانقلابيين في تحالف الحوثي وصالح ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية الخاضعة لسيطرة الشرعية أكد بن دار أن الشركات المخالفة ستتحمل المسؤولية القانونية والمالية فيما وجه باستئناف ضخ النفط من حقول محافظة شبوة الحكومة اليمنية استأنفت منذ منتصف أغسطس من العام الماضي إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضر موت لكن الانتاج لا يزال متوقفا في حقول صافر بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق السيطرة الحوثيين مصادر نفطية أوضحت للعرب الجديد أن تحذير رئيس الوزراء موجه بشكل أساسي للشركات النفطية الأجنبية ومنها شركة النفط النمساوية OMV التي تستعد لاستناف عملياتها النفطية باليمن كأول شركة النفطية أجنبية تعود إلى اليمن للعمل في القطاعات النفطية بالمدن المحررة صحيفة الخليج تحدثت عن ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 2127 حالة منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها سجلت 767524 حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا مع رصد 2127 حالة وفاة في 2220 محافظة يمنية من أصل 23 وفي 304 مديرية وكررت المنظمة بأن محافظة الحديدة لا تزال تتصدر المناطق الموبوءة بأكثر من 100 ألف إصابة هل الشباب منسيو الثورات؟ يتساءل الكاتب المهدي مبروك في مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا سيبدو من نافل القول وبعيدا عن كل تمجيد أن الشباب هم من قدحوا الثورات العربية والحركات الاحتجاجية غير المسبوقة قبل الست سنوات وتدل البيانات عن الجرحة وشهداء في الثورات العربية أن أغلبهم كان من تلك الفئة العمرية وقد شن الشباب عدة تحركات اجتماعية وسياسية غالبا ما تجاوزت مطالبهم وحاجاتهم الفئوية الضيقة حتى غدوا ضمير المجتمع وصوته المرتفع على الرغم من أنهم رفعوا في أكثر من بلد مطالب اقتصادية واجتماعية في بدايات تلك الحركات فإنه لا أحد ينكر أنها كانت أيضا منخلطة في مطالب مجتمعية ظلت عقودا طويلة مؤجلة على غرار الحريات السياسية مقاومات الفساد والعدالة الاجتماعية بين الفئات والمناطق هل هناك عقدة جيلية تتحكم في ثقافة السياسية وتجعل من الحاكم أهما كان نظام الحكم ومشروعيته أبا متحكما في أبنائه ولا يسمح لهم إلا بما يعتقد أنها مصالحهم لا شيء ينفي هذه الفرضية خصوصا إذا أقررنا أن ثقافتنا الديمقراطية ما زالت هشة وأنها تتضمن في متنها قيما أبوية عديدة ما زالت تغذي الاستبداد إذ لا يمكن أن تتصالح الديمقراطية مع السلطة الأوروبية وهي سائدة ومنخرطة في نزاعات الهيمنة والتسلط أسقطت تلك الحركات الشبابية رؤوس الأنظمة الأبوية التسلطية ولكن ظل عديد من بذور تلك الأنظمة ثقافة وممارسات مزروعة في خلايا النسيج الاجتماعي الذي لم تقتحمه الثورات من فرط تكلسه بل حدث في مفارقة أن اعتلى سدة الحكم الجديد كهول وشيوخ عادوا هذه المرة تحت أسماء ولافتات متعددة في أخبار صحيفة القدس العربي المنوعة سجن أم أمريكية تركت أطفالها بمفردهم للقيام بجولة سياحية في أوروبا قالت السلطات الأمريكية أن حكما بالسجن صدر بحق إمرأة أمريكية من ولاية آيوات تركت أطفالها الأربعة بمفردهم في المنزل حتى تقوم بجولة سياحية في أوروبا تستغرق أحد عشر يوما إذ أدانها القضاء بتهمة تعريض أطفال للخطر وسفرت الأم وتدعى إيرن لماكا إلى ألمانيا دون أن توفر رعاية لأطفالها وهم أربعة بينهم إثنان يبلغان من العمر 12 عاما وآخر عمره 6 سنوات وطفل الرابع 7 سنوات وقالت المتحدثة باسم المدينة التي يقطنها 22 ألف نسمة مرت على الشرطة وقائع ترك أطفال بمفردهم وخروج الوالدين لكن السفر إلى دورة أخرى أمر مختلف تماما واحتلت الأنباء عنوين بعض الصحف في إنجلترا ووصفت صحيفة ديلي ميل هذه الأمة بأنها أسوأ أم في الولايات المتحدة كما كتب لها البعض نفس التعليق عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك سكان مصر ربع العرب عنوان لصحيفة الحياة اللندنية حيث كشف تعداد سكاني أعده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر قفزة في عدد السكان إذ تجاوز 94 مليون وثمانمائة ألف نسمة في الداخل فيما سجل مجمل تعداد المصريين في الداخل والخارج حتى إبريل الماضي 104 ملايين أي حوالي ربع سكان العالم العربي المقدر بحوالي 422 مليون نسمة وأضح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء اللواء أبو بكر الجندي أن مصر تحتل المرتبة الثلاثة عشر بين دول العالم الأكثر سكاناً وأن القفزة الأكبر في النمو السكاني بدأت نهاية العشرينيات من القرن الماضي وحتى عام 2000 قبل أن تنخفض وطيرة الزيادة وأضاف التعداد السكاني في عام 1986 سجل 48 مليون نسمة وفي 2006 بلغ 72 مليون وثمانمائة ألف نسمة ما يشير إلى أنه خلال ثلاثين عاماً زاد سكان مصر بنسبة 96.5 من عشر بالمئة فيما ارتفعت تعداد السكاني خلال السنوات العشر الأخيرة 22 مليون وحافظت القاهرة على مرتبة أكبر محافظات مصر سكاناً بواقع أو بواقع 9 ملايين وخمسمائة ألف نسمة وتتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق حملة كفاية لحث الأسر على تحديد النسل كما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غدوالي قبل أيام خلال جلسة للجنة التضامن في البرلمان كشف مؤسس شركة سبايس إكس إيلون ماكس كما أورد موقع الهاف بوست عن رؤيته التي تتعلق بنقل الناس إلى المريخ في غضون خمس سنوات وذلك خلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في مدينة إيديلايد الواقعة جنوبية أستراليا ومن المتوقع أن تحمل سفينة الفضاء التي أطلق عليها اسم بي إف آر حوالي مئة شخص إلى الفضاء الخارجي ولكن في نهاية عرضه طرح فكرة استخدام هذه السفن لسفر إلى أي مكان حول العالم في أقل من ستين دقيقة وحسب ما ذكر ماسك من الممكن إكمال أطول الرحلات الجوية في أقل من ثلاثين دقيقة ماسك أضاف إذا كنا نصمم هذا الشيء من أجل السفر إلى القمر والمريخ فلماذا لا نذهب إلى الأماكن الأخرى على كوكب الأرض أيضا صعد هتلر إلى سدة السلطة وهو يكرر باستمرار أنه يريد السلام والاستقرار الاقتصادي لألمانيا واقتنع عدد كاف من الشعب الألماني بأنهم عالوا بسبب الأجانب المخيفين ما جعلهم يتبنون رؤية هتلر وكان قادرا على إقناعهم بأن الروس والأمريكيين والبريطانيين واليهود كانوا يتأمرون على أعظم أمة على وجه الأرض هذا جزء من مقال كتبه منتج الأفلام الوثائقية والصحفي المخضرم ديفيد ماركس وأعادت صحيفة الغد نشره وقال فيه انتقل هتلر إلى مهاجمة الدول الجارة لألمانيا مبررا العدوان بأنه دفاع ضروري وكان تقلبه مثالا على الزعيم الذي يستطيع إشعال فتيل حرب مجنونة ومن نافلة القول إن التاريخ لا يعيد نفسه فقط وإنما زرع القادة المتعارضون على مر القرون الكراهية عبر كامل الأطياف السياسية كمقدمة للحرب عندما تتفجر الأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو البيئية أو تلوح كارثة في الأفق يبدأ القادة السياسيون بمهاجمة العدو كلاميا حيث يحددون كباش فداء مناسبين تمهيدا للعمل العسكري ويشكل الميل الإنساني إلى توجيه الغضب والإحباط نحو أجانب الأدات المفضلة للساسة الظلمي على الرغم من التقدم الإنساني للمساعي الإنسانية ما تزال تغذية الناس تتم في كل البلدان بأنماط قومية تدين سكانا كاملين أو ثقافات كاملة باعتبارها أقل من إنسانية وتستحق العدوان عليها ومع ذلك هناك بين الكوريين الشماليين والإيرانيين والروس والإسرائيليين والفرنسيين والأمريكيين وكل القوميات بطبيعة الحال تنوع في المنظور والمشاعر وأسلوب الحياة والذي يتم تلخيصه غالبا بتعبيرات اللغوية المؤججة وعندما يتم ضم شعوب بأكملها سوية كألمان أو كوبيين أو صينيين فإن ذلك يلغي الفردية عن الأعداء المحتملين وهي ضرورة للحرب وبالتأكيد إذا كانت القنابل النوبية ستلقى على ملايين المدنيين يبدو أن ترامب يرغب في القضاء على الكوريين ولا يقتصر الأمر على الشمال فحسب فكما في سيناريو الحرب سوف تسحق كوريا الجنوبية وفق كل التنبؤات بالرد الكوري الشمالي كعقاب جماعي وفي تناقض مع الاستئساد الخطير لترامب أقرت الحكومة الكورية الجنوبية حزمة مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية بقيمة ثمانية ملايين دولار وبينما يصب الرئيس الأمريكي الوقود على النار من مكان قصي يبعد آلاف الأميال يفضل معظم الكوريين العثور على طريق للسلام من موقع شبكة الفي بي سي جولتنا المصورة لهذا اليوم حول مشروع فني يصور عودة الرومان إلى مدينة الإسكندرية في مصر والتباين بين حاضر المدينة وماضيها نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مجموعة من رسوم الكاريكاتير دمتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر